إذن نبرد جو بايدن بدأت واضحة تجاه التصدي لجائحة كورونا والوضع الوبائي في الولايات المتحدة الأمريكية إذن كانت تصريحات جو بايدن واضحة وقال بأنه سيركز في البداية على ملف كورونا وقال بأن التعامل مع الجائحة من أهم المعارك التي ستواجه إدارة جو بايدن كذلك كنا شاهدنا العديد من تصريحاته والذي قال على الجميع في الوقت الحالي وقبل ظهور أي لقاح متاح لفيروس كورونا يجب ارتداء الكمامات في هذه الأثناء للتصدي وتقليل عدد الإصابات الكبيرة التي تسجلها الولايات المتحدة الأمريكية اليومية بالنسبة للإصابات بفيروس كورونا كذلك قال أن أمريكا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لمكافحة كوفيد 19 وفي ظل كل هذه التطورات قام بايدن ونائبة الرئيس الأمريكي قاموا بإنشاء المجلس الاستشاري وهذا المجلس الاستشاري الخاص للتصدي لفيروس كورونا يحتوي هذا المجلس على 13 عضوا واللجنة هي عبارة عن لجنة من خبراء الصحة العامة والعلماء كذلك من ضمن هذا وهذه الأعضاء لدينا يونيفرسيتي أوف كاليفورنيا في سان فرانسيسكو والتي قالت بأنها ملتزمة بالشاركة مع مسؤولي الصحة العامة على المستوى الوطني والمحل للتصدي لهذا الفيروس نلقي ندرعا أبرز من سيترأس المجلس الاستشاري لمواجهة كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية لدينا دكتور ديفيد كيسلر وهو كان مفوض إدارة الغذاء والدواء السابق منذ 1990 إلى غاية 1997 كذلك شغل منصب عميد كلية الطب بجامعة بيل وهو أستاذ بجامعة كاليفورنيا كذلك لدينا الجراح العام السابق للولايات المتحدة كان في عهد باراك أوباما وهو دكتور فيفيك مورثي وكان قد استقال بطلب من الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2017 كذلك كان هناك دكتورة مارسيلا سميث وهي أستاذة مساعدة في جامعة بيل للطب وعلم الأوبئة هؤلاء أبرز من سيترأس هذا المجلس والذي يتكون من 13 عضوا ما هي أهمية تشكيل هذا المجلس بحسب تصريحات جو بايدن قال بأنه يسعى للحد من الزيادات القياسية بعد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة كذلك قال بأنه سيعمل على ضمان فعالية اللقاح الذي سيكون متاح للتصدي لهذا الفيروس وسيكون توزيعه مجانيا بالنسبة للعديد من شريحات في الولايات المتحدة وقال بأن إدارة الاستجابة الفيدرالية لمواجهة الوباء ستكون داعمة لموقف جو بايدن خلال الفترة المقبلة والتصدي كذلك للتفوتات العرقية فيما يخص بالنسبة للولايات المتحدة كل هذه الأهمية تتركز على هذا المجلس الذي يكون أحد أبرز الخطوط التي سيركز عليها جو بايدن في التصدي إلى الوضع الوبائي في الولايات المتحدة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر